جيبت الجسدين منيسر في أتميت اللي تلكشته فيما يتعلق بمصر سيد الوزير أنتم أشارتم الآن إلى التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية بين روسيا ومصر هناك تعاون لبناء محطة نووية سلمية هناك إنشاء لمنطقة اقتصادية روسية في محور قناة السويس وهناك عودة السياحة الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ وغيرها من المنتجعات هل أصبح التعاون الاقتصادي والتجاري هو المحرك الرئيسي للعلاقات الروسية المصرية؟ هناك مشروعات كبيرة هي الأساس لقد ذكرتم المنطقة الصناعية الروسية وهو مشروع كبير له أفاق واسعة نقوم بتدشينه في الوقت الحالي وهناك طابر طويل من الشركات الروسية التي لديها الرغبة في الاستثمار في المنطقة الصناعية وتوطين صناعاتها هناك وهناك هو سوق واعد السوق المصري وليس فقط نحن لا نهتم فقط بالسوق المصري ولكن أيضا لسوق الشرق الأوسط وإفريقيا وعلى هذا الأساس سوف يكون تطوير كبير في العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا وستعطي دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين